ممكن دكتور ناجي احنا يمكن بس معانا دقيقة ونص لو حبيت تحط الموضوع كله في في اكم جملة صغيرة ايش اللي عاوز توصله في الختام في الختام عايز اوصل الامر ده اذا كان ادم وحواء هم رأس العائلة بتاعتنا وخلقنا على صورة الله فالله هو اللي بيحط القوانين وعشان كده احنا ما كسبنا قوانينه جاء الرب يسوع عشان يفتدينا لو الارود هي اللي ابأنا وامهاتنا ما يبقاش في اي اخلاقيات نتصرف زي الارود ماهو ده اهلنا كده هنعمل ايه طبعا اهالها اللي عايز اقوله اللي عايز اقوله ان الكتاب المقدس بيعطي قيمة للانسان لان الانسان خلق على صورة الله وشبهه والانسان ده غالي جدا لان هو اللي بيتسلط على الخليقة وبيخلي باله من خليقة الله ولما الانسان عصى الله وحب ان يعيش بطريقته الخاصة جاء الرب يسوع عشان يفديه عشان يرجعنا تاني للعلاقة والشركة مع الله فاحنا ما جناش متطورناش من اشباه القروض او جد تخيولي اعظم احنا خلقنا على صورة الله وشبهه عشان كده لنا علاقة حية مع الله بالرب يسوع المسيح دي هي الرسالة اللي عايزين نوصلها لكله حبيبي دكتور ناجي شكرا جزيلا وانا عارف انه موضوع طويل وكبير وحاولنا بقدر الامكان يعني حاولت تبسطه لكن ربنا يباركك ويكافأك يا دكتور ناجي شكرا كتير وإلنا كمان طبعا مستقبلا حلقات اخرى بس عاوز اقول انه انت غالي جدا على قلب الرب لدرجة انه المسيح قال ماذا يجد النفع لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه انت موضوع اهتمامه محبته فداءه خلاصه بحبك مشان هيك بيهتم فيك وانه انك تكون في علاقة مع الرب الرب يباركك واذا عندك اسئلة ابعثها